ومن عمان ينضم إلينا أو تنضم إلينا إيناس الزايد الرئيس السابق للمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان سيدة إيناس هي إذن أسلحة تقتنى إما للدفاع عن النفس والممتلكات أو للمبهى كيف يمكن أتأكد من الغرض؟ نعم أولا قانون الأسلحة وذخائر الأردن هو الذي يحكم مسألة اقتناء الأسلحة وحملها لا يجيز القانون حمل هذه الأسلحة إلا بغرض الدفاع عن النفس ولكن تبقى الغاية والغرض من حمل هذه الأسلحة مرهونة بشخص الذي يستخدم هذا السلاح وهناك تصريحات خطيرة هي التي جيشت الرأي العام اليوم من أجل حضر ومنع استخدام الأسلحة واقتناء الأسلحة من قبل الأهالي بشكل مطلق كما يبيح القانون الحالي واحدة من هذه التصريحات الخطيرة التي وردت على لسان وزير الداخلية هو أن 92% من الجرائم المرتكبة في الأردن اليوم هي ارتكبت بأسلحة غير مرخصة وهذه الإحصائية مهولة بالإضافة إلى إحصائية صدرت عن الحكومة تشير إلى أن هناك 10 ملايين قطعة سلاح بين أيدي الأردنيين وهذا رقم أيضا كبير يشير إلى خطورة بمكان من استخدام هذه الأسلحة الغرض من استخدام هذه الأسلحة الحديث عن تقنين حيازة السلاح ربما يبدو نظريا واقعيا لكن عمليا من يرغب ارتكاب جريمة بالتأكيد لن يكون حريصا على ترخيص هذا السلاح حتى لا ينكشف أمره نعم بالتأكيد وهذا الأمر على وجه التحديد هو الذي يثير المخاوف هو أن الشخص الذي يستخدم السلاح وهنا يجب أن نفرق قانونيا بين رخصتين رخصة اقتناء السلاح ورخصة استخدامه أو حمل السلاح لأن بعض الأشخاص الذين يقتنون السلاح بموجب قانون الأسلحة والذخار الأردني لا يوجد لديهم رخصة لحمل هذا السلاح أو استخدامه ومع ذلك هناك أشخاص يعيرون أسلحتهم المرخصة إلى أشخاص آخرين وهناك من الجرائم ارتكب أيضا عن طريق الخطأ وهناك ما تم ارتكاب جرائم عن طريق صورة الغضب التي لا يمكن للشخص أن يميز أن هذا السلاح هو مرخص أو غير مرخص هو فقط يريد أن يرتكب هذه الجريمة وهذا الأمر زادا من معدلات الجرائم في الأردن هناك اقتراحات بتعديل القانون الذي صدر عام 1952 هل فقط لأن هذا القانون قديم بحكم التاريخ أم لديه ما يعيبه أو ينقصه وبالتالي لا يتماشى مع هذا العصر أو مع مكونات العصر مما لا شك في أن كل قانون يجب أن يواكب المرحلة التي يعيشها المجتمع الذي يحكم هذا القانون هذا القانون تم إقراره قبل سبعين عام وهذا كان هناك متطلبات أخرى ومختلفة عن المتطلبات الحالية للمجتمع ولكن أيضا هذا لا يبرر فكرة حمل السلاح بالمطلق لأننا عندما نتحدث عن دولة قانون دولة مؤسسات دولة يوجد لديها سلطة قضائية تقوم بمهمتها بالمعاقبة والمحاسبة فهذا لا يبرر أبدا حمل السلاح كان هناك مبررات قبل سبعين عام من أجل الدفاع عن النفس في وقت كانت السلطة القضائية ما زالت تنشأ وما زال يؤسس لها ولكن اليوم نحن نتحدث عن دولة قانون نحن لا نشجع حمل السلاح ولا اقتناءه في ظل هذه التطورات التي وصلنا لها اليوم تغيير نظرة المجتمع إلى مسألة حمل السلاح حيث تعد مدى المبهى ما بين العشائر وما بين حتى الأفراد من المسؤول عن إحداث هذا التغيير في المجتمع يعني يجب أن يكون هناك أولا من الضوابط القانونية والممارسات والسياسات ما يغير في نماطية المجتمع وأيضا عاداته وتقاليده يعني القانون هو الذي يفرض نفسه بالنهاية وعندما نتحدث عن مفهوم عقابي لحمل السلاح فنحن نوجد الرادع من أجل عدم اقتناء هذا السلاح من قبل الأشخاص لذلك فهذا الأمر مع تواتره وتكراره سوف يولد هذه القناعة لدى الأشخاص وسيغير الموروث والعادات التي تجعل من السلاح يعني هو أدى للمباهى أو لرمزا للقوة لنقل لذلك فنعم القانون هو الذي سيفرض نفسه بالنهاية ونحن مع تعديل هذا القانون وأيضا وضع الضوابط من أجل يعني سحب الأسلحة غير المرخصة بين أيدي الأشخاص الذين لا يعلمون الغاية وكيفية استخدام هذه الأسلحة بالطريقة الصحوحة إذن إيناس الزايد الرئيس السابق للمرصد الأورو متوسطية لحقوق الإنسان شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك